من القيادة الفلسطينية على الوقوف مع شعبنا الصامضي الذي يجابه الموت بالحياة جاءت زيارة المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف لمحافظة جينين حيث استقبلته فعاليات المحافظة وعدد من الممثلين عن المؤسسات الرسمية والصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والمحلية وأطلعهم على دور جنود الإعلام الرسمية الذين عملوا بشجاعة في ظروف صعبة وخطيرة للغاية لفضح الاحتلال ونقل معاناة شعبنا للعالم أجمع وحافظوا على المعايير المهنية والمصداقية العالية في تغطيتهم للعدوان المتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة هذا النضال وهذه التضحيات وهذا العطاء اللي قدمت جينين وقد يكون فريدا من نوعه هو اللي فرض جينين على الجميع بمعنى أنا دائما بقول أن الإعلام هو انعكاس لواقع يعني الإعلام هو بنقل شي موجود وبالتالي الواقع والفعل اللي موجود في جينين هو فعل وطني مشرف هو فعل نضالي من الطراز الأول وبالتالي من الطبيعي أن يتفاعل الإعلام مع هذا الفعل من الطبيعي أن ينقل الإعلام ما يجري في هذه المحافظة من الطبيعي أن تكون جنين في طليعة التغطيات الإعلامية لأنها بالحقيقة في طليعة هذا الفعل النضالي المقاوم هي وبقية محافظات الوطن أولا نحن نشكر مع الوزير رحمد عاد السياف المشرف العام على الإعلام اللي بزيارته اليوم يعني حط الإعلاميين في محافظة جنين والصحفيين بكل ما يستجد من الأحداث على مستوى فلسطين وعلى مستوى العالم وعطانا التسجيع والجديد الطاقة من أجل بذل مزيد من الجهد حتى ننقل ما يحدث من حقائق في أرض محافظة جينين إلى العالم كله وخلال جلسته أكد أن محافظة جينين تحظى بمكانة هامة في صدارة الإعلام الفلسطينية لدورها النضالي وحجم تضحيات والعطاء الذي قدمته في مسيرة النضال الوطني المشرفة مثمنا بالجهود التي يبذرها الإعلام الفلسطينية والتي أدت إلى وصول الرواية الفلسطينية ورسالة الوطنية إلى العالم وانتصرت على رواية الاحتلال المزيفة يعني بالتصور زيارة الأخ الوزير أحمد عساف كانت مهمة جدا اليوم للإطلاع على واقع جينين والمهام الذي يقوم بها الإعلاميين في هذه المحافظة اللي هم نعتبرهم هم مقاتلين شرسين ضمن العدوان اللي بيكون على مدينة جينين ومخيمها وريفة الإعلاميين دائما موجودين في الميدان أخونا أحمد عساف كان شرح للموجودين عن أهمية الإعلام ودور الإعلام في هذه مرحلة العدوان من 7 أكتوبر اليوم هذه الزيارة لها أثار كثير على شبابنا وكادرنا أنه في تواصل ما بين القيادة وما بين القاعدة الفتحاوية ومن ثم من أجل وضع خطة للنهوض والإعلام الفتحاوي الخاص بحركة التحرير الوطنية الفلسطينية الوزير عساف اختتم جولته بالتوجه إلى مقر إقليم حركة فتح في جينين للإطلاع عن كثب على أوضاع الإقليم في ظل الوضع الراهن واستمع لشرح مفصل من أعضاء إقليمي طوباس وجينين مؤكدا أن ما يجري في فلسطين الآن هي نكبة جديدة وحرب إبادية جماعية ممنهجة تستهدف حركة فتح والوجود الفلسطينية وأن هذه التضحيات تندرج في إطار تضحيات شعبنا من أجل التحرير ودحر الاحتلال أهمية كبيرة تحمل هذه زيارة لمحافظة جينين والتي تأتي من أجل تسليط الضوء على دور الإعلام الرسمي في فضح جرائم الاحتلال ودوره الرائد في استكتاب الرأي العام نصرة لقضيتنا وانسجاما مع استراتيجية نأخذ فلسطين إلى العالم ونجلب العالم إلى فلسطين من محافظة جينين أمني بلالو تلفزيون فلسطين